على مسافة أسبوعين من الجولة المفصلية التي تحشد لها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي بغية تجديد حظر التسليح على إيران شهد البيت الأبيض تغييراً في إدارة الملف الإيراني حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استقالة مسؤول الملف براين هوك الذي يحمل صفة المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني في الخارجية الأميركية لم تعرف بعض أسباب الاستقالة وإذا ما كانت خروجاً تاماً من إدارة دونالد ترامب واللافت أن هوك هو من استقال ولم يقال وجرت العملية بسلاسة دون ضجيج إعلامي أي أن تكون أسباب استقالة هوك لكن تعيين إيليوت أبرامز هو الحدث الأبرز كونه أحد صقور المحافظين الجدد منحدر من عائلة يهودية ولديه تاريخ حافل من التورط في حروب الولايات المتحدة وانقلاباتها منذ عهد رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا في كانون الثاني يناير من العام الماضي أعاد ترامب أبرامز من حياة التقاعد إلى العمل الدبلوماسي عبر تعيينه مبعوثاً خاصاً إلى فانزويلا لتتم تسميته وزير خارجية الحروب القذرة في توقيت حساس لا تزال فيه الحملة الأميركية ضد إيران على أشدها ينظر إلى تعيين أبرامز على أنه ميل لواشنطن نحو تصعيد أكبر ضد طهران وتعزيز للصقور ليبقى السؤال الأهم هل سيكون المبعوث الجديد مفتاحاً للحرب بين البلدين؟ ترجمة نانسي قنقر